أبرزت صحيفة وعد الإيطالية اقتراب مصر من الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية الجديدة اللي تم بنائها في الصحراء وقالت على موقعها الإلكتروني أن هذه المدينة هتكون أول مدينة زكية عربية للتهرب من الانفجار السكاني في العاصمة القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى وقالت الصحيفة أن المصريين ليسوا جدد على المشاريع الضخمة المصممة لإغراء جميع الأجيال ويبدو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتغيير جذري في مصر وأصبحت البلد على وشك تغيير حقيقي بعد ما يقرب من ألف عام وذلك من خلال مركز إداري جديد بيستعد الاستبدال القاهرة واستضافت حوالي 6 مليون ونصف يمتد على مساحة 700 كم مربع أي بمثابة حجم سنغفورة وعلى بعد 35 كم من شرق العاصمة المصرية الحالية وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المدينة بتتميز بالتوسع الحضري فوق المتوسط وبوجود عدد كبير من الشباب المتعلمين تقنيا ترجمة نانسي قنقر